طب نرجع للمسرح تاني ومشاكل المسرح كان فيه مسرحية اسمها البحر بيتحك ليه البحر بيتحك ليه مال؟ خرج الأستاذ محمد فاضل اه مالا دي كميلة ازاي ما تزعتش ازاي ما تصورتش شفتيها؟ ولا حد شاف مش حاوز اقولك الأسباب ايه الأسباب؟ الأسباب خطيرة أسباب تسيء الى آخرين طب بيقول انك اختلافت مع استاذ محمد فاضل في الافهات كنت بتقول كل يوم في الافهات طب تلو بدي محمد فاضل تلو بدي محمد فاضل احتمال احنا بنسجل في موعد يكون استاذ محمد فاضل نام؟ لا يمكن النجاح الخطير المدوي ليه؟ أغراض الى آخرين مرضوش يسجلوها والله؟ طب ما اختلفتش مع فنان كان معاك على المسرح أو بمعنى أصاح الأستاذ صلاح السعداني وقالك أبس إيدك سبني أقول جملة لا ما حصلش أرجوك تتصل في صلاح لو تقدري لا يمكن صلاح ده حبيبي لا يمكن أرجوك تسيب لي جملة جملة دي رواية هو حبيبك بس انت برضو لا كانت تكتف في التاريخ الرواية دي تاريخ المنصة بس أنا اللي سأرخ لأن أقول الحقيقة حتقول الحقيقة الحقيقة طب ليه ما تقولش الحقيقة دلوقتي؟ الحقيقة إن أنا كنت تعب الجميع في المنصحية دي بإفهاتي بشغلي ده اللي احنا بنقوله وشطرتك برضو وشغلك مش عايز أنا بقى أسيق للآخرين لا وأنت أكونك تبقى ناجح حتسي للآخرين أما أقول الحقيقة تسعلي دي ناس شابتني مش خلاص مش عاوزة تسجل ولا عاوزة تعمل حاجة مش عاوزين يسجلك الرواية مش عاوزين ولما خلاص سجلوا إزاي ده أنا قلت من صلاح السعداني مرة عشان يقول حاجة يعني قلت له قولي أبوك أحب يقعد طفى النور ويقول على النون الأحمر أه وسامع شريط فاضي كويس شفتي خادت شكوسية حلو قوي بس أنا لقيله ردت عليه أنا تاني يوم قلت له مش أبوك طلب يسمعوا تاني يوم ما يقولك الحاجات اللي حاصلت أه حاجات يعني أه صلاح تقبلها وضحكوا أه أنا مسلوم أنا بتظلم مع ناس أه اللي هم مش مصرحين أساسا أه طب أنت ليه سبت مسرحات زي الفل وقلت أنها بتوسيق لمصر أه بتوسيق لمصر ليه لأن واحد بيقول أنتو شعب وسخ أه 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 سبت مسرحة فعشان كده سبت مسرحة طبعا طبعا كل يوم بيقولها وبقوله ما تقولهاش ما تقولهاش أه عيب واشتكيت طب وليه دبحت خروف على باب المسرح عشان خلصت لأن عقدي ساع شهر أه عشان خلصت منها فرحت يعني آه فرحت نفسك المسرح مدرت مدرت قلت نظر علي لو خلصت المسرحية ندبح خروف الشهر خلص دبحت الخروف والله مشيت ده مش حبا بقى ده مش حب ده ولا حاجة لا طبعا ده مش حبا ده ندر علي آه طبعا ندر عليك نفسته آه خلاص طب اتمنيت أنك تكون أول واحد في المسرح يعني أول يعني كون اسمك أول اسمي دايما في المسرح لا ما فكرتش لا مفكرتش ليه؟ أنا أتمنى أن أروح المسرح أول واحد تروح المسرح أول واحد وأعد وارتاح وأعد أسترجع الدور وأسترجع نفسي وألبس وبتاع دي بس أحب أروح أول واحد إنما عشان أكون اسمي أول واحد ليه؟ اسمي دي مسئولية 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 وما عملهاش جل واحد بس آه مين بقى؟ عاد الإمام آه لأنه ليه مردود يعني المصر عنده ليه مردود يحسب لعاد الإمام طب إنت ليه ما بتشغلش مع عاد الإمام؟ اشتهلت مع عاما ست أفلام أفلام؟ آه إنما مسرح لأ يطلبني آه يطلبك آه دحكة دي ذات معنى لا يطلبني يطلبني نروح له على طول ده أنا بحب والله يطلبني أم وللعلم ما صحه هيبا يكون بليه أكدر أم اشتركوا في القناة